أكد المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن هناك توجيهات رئاسية بتسليم مشروع قانوني إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب للحوار الموطنية وذلك لمناقشته في جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب هذا أعلن المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان إقرار مجلس أمناء الحوار جدوى الأعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الذي يبدأ الأحد الموافق الرابع من يونيو المقبل بمناقشة المحور السياسي وما يشمله من جلسات بشأن تعزيز العمل الأهلي وقنون حرية تداول المعلومات وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأوضح المنصق العام أن الحوار يستلزم سياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية مشيرا إلى الحاجة إلى عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة المعبرة عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة